نعم لا مدى ما الرسول هو الرسالة فالأمة يعني موحدة لا شدين جوهر الدين جوهر الرسالة وجوهر الرسول نحن يعني لا اختلاف فيها العمر لا تجد أي اختلاف بالعكس يجب كما قال الدكتور أن نستفيد من العاصرة فق الواقع نحن نعيش في واقع مغاير نهائيا مثلا نحن نعيش في أوروبا لماذا لا نستفيد من تاريخ أوروبا أوروبا نحن نقول نحمل وزرا تقيلا تقيلا من التاريخ يعيق وتقدمنا صحيح كذلك أوروبا وزرها كان أعظم من من وزر التاريخ الإسلام هاي بضعة آلاف باشا اللي تقتل في فتن جميع الفتن بنسبة أوروبا عاشت حروب سبعين مليون في الحب العالمية الثانية خمستاشر مليون في الحب العالمية الأولى ناهيك عن الحروب بين الكاتوليك والأورتوذوكس ثلاثين مليون للحرب دامت ثلاثين سنة إذن ولكن اليوم شنو دارو هنا في أشوما الاتحاد الأوروبي ألمانيا مع فرنسا كانت حرب طاحنة غازت ألمانيا فرنسا والعاصمة وأحرقت العاصمة باريش ولكن مجرد يعني وقف إطلاق النار امتدت السكة الحديدية لتبادل الفحم الحجاري وكانت نوات بالسوق الأوروبي المشاركة ثم إلى الاتحاد الأوروبي لماذا لا يكون السوق العربي المشاركة والسوق الإسلامي المشاركة والاتحاد الإسلامي الموحد الذي يوحي جميع الشعوب الإسلامية لماذا لا يكون؟ حتى نحتيج المهدي المنتظر حتى يعني يسير في الطريق لا يخاف إلا على الشت من الدعب لآخر نحن نعيشها في أوروبا عيانا تسافر جميع أنحاء أوروبا ولا يوقفك دارك ولا شرطين ليسألك عن جوى السفر وإحنا عندنا هما كيقولوها الأداء كيقولوك عندهم دين واحد هو الإسلام قرآن واحد إله واحد التراوات كلها في منطقة موحدة ولكن كاين الذي يشعل النار حتى لا يلتفت إلى الموارد القوية وعناصر القوة جميع وعناصر الوحدة التي توحد هذه الأمة وأنا جد متفائل رغم ما أقيل رغم الحروب رغم الأفاعي اللي كنا في فيسبوكات والفابراكات والذي يصنع الفتن الوهمية هذه القوة في ليبيا خاطئ باللحية والسلافي وكفرنس هو تابع المنصر المعروف للدولة المعينة إذن إحنا هذا معروفين كل واحد اليوم كما قلت في الهاتف اليوم لكي تنخلافت وما بالو كلمة معروفين لا باش نعرفوهم لكي تنخلافت المذهبية الآن لا ينفك عن أمرين إما عامل يعني مباشر يتقاضى أجهان إلى آخره موظف ويعرف ما يقول أو غبي ينقول بدون تمحص لا يدري كما قال محمد الغزالي رحمه الله لا يكفي أن تكون عاملا لكي تكون عدو الإسلام يكفي أن تكون غبيا هو الغبي الآن في سبق عجبات وصورة وزع لا هذا غباء تحرى الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعنى الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مسامح أو ينشر بكل ما وجد يعني هناك أعراض هناك فتن هناك اختلافات فقهية أنت تنوض نزع وفتنة وتحرق الأمة وتحرق ذاتك وأنت لا تدري طبما عب حصنيا ولا عجبوا المنظر ووزع حسنت الحديث شيق دكتور معاك بارك الله فيكم السلام